جانب العلم أن المهلم القرآن أو مربي يجب أن يكون دائما يتعلم ماذا يتعلم؟ يتعلم في كل العلوم التي تحصر هذا الجانب يتعلم في جانب الشرع يتعلم في جانب الوسائل كيف أوصل المعلومة يتعلم في طريقة التعامل مع الفئة العمرية التي لديه يعني عنده فئة عمرية صغيرة كيف أتعامل معها فئة عمرية كبيرة كيف أتعامل معها كيف أعطيها كتاب الله التعامل حتى التكنولوجيات والوسائل الجديدة كيف وظفها في طريقة دائما يتعلم يعني إذا اكتفى فقط بالمعلومة البسيطة التي لدي حفظه لكتاب الله مثلا أو دراسته لبعض الكتب ويتوقف هنا لن يكون مربي بالشكل الصحيح